بعد شهر من دلوقتي هيتم اطلاق سلسلة ايفون ففتين الجديدة بشكل رسمي وطبعا هيكون فيه مميزات كتيرة جدا وقابل هتعالج كل المشاكل اللي كانت موجودة في الاصدارات القديمة وكتير من الناس هتكون مهتمة بنقل الداتا الموجودة على الايفونات القديمة للاجهزة الجديدة والعملية دي بتبقى معقدة نوعا ما وفيها خطوات كتيرة عشان كده انا في الفيديو ده جيب لك برنامج هيساعدك بشكل كبير جدا في نقل كل الداتا الموجودة عندك في الجهاز الاديم للجهاز الجديد من الايفون الاديم للاي picечение بدون اي خبرة منك بخطوات بسيطة جدا ومن غير ما تحتاج ان انت تمسح محتوات الجهاز الجديد او تعمله ضد مصنع والبرنامج اللي هنستخدمه اسم اي كير فون نعمل النعمة دي بتتم على خطوتين نقل البيانات من الايفون القديم للايفون الجديد بتتم على خطوتين اولا هنحتاج ان احنا نعمل برنامج من موقع رسمي ونثبته وبعد كي هننوصل الايفون الاديم بتاعنا بجهاز الكمبيوتر. ونعمل نسخة احتياطية نحطها على جهاز الكمبيوتر وبعد كده نوصل الايفون الجديد. ونعمل الاستعادة للنسخة الاحتياطية اللي احنا اخذناها. بس كده. تعال بقى نشوف مع بعضين عملي. الكلام ده بيتم ازاي بمنتهى السهولة. هنحمل البرنامج من المواقع الرسمي ونسبته مع بعضين. هنقول له هنا تحميل مجاني والبرنامج بيدعم جميع انظمة تشغيل ويندوز وبيدعم الماج. تحميل مجاني. ونحمل البرنامج بدي تحميل فتح المجلد. البرنامج حجمه صغير جدا تقريبا اتنين ميجا نسبته مع بعضينا. اكتمل تنصيب البرنامج هنقول له هنا اشتغل البرنامج معنا ممكن من القيمة من هنا من تلت شرط دول لنغير لغة البرنامج ونختار اللغة العربية مسلا. اصبح وجهة البرنامج كلها باللغة العربية. البرنامج مدفوع لكنه بيديك تجربة مجانية. لكن انا بالنسبالي معي مفتاح تفعيل البرنامج فابدع دلوقتي افعل البرنامج. هدخل برد الالكتروني وادخل رمز التسجيل. تسجيل الدخول. كده البرنامج بقى مفاعل معي. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هوصل الايفون الاديم بتاعي باجهز الكمبيوتر عن طريق كابل والبرنامج مفتوح بالشكل ده. واضط على سجل النسخة الاحتياطية. وبعد كده بحدد انا عايزة نقوله بالزبط. ممكن اختار الكل. فكده هنقول كل الداتا الموجودة على الايفون الاديم للاي فون الجديد. هاخد نسخة احتياطية من كل الداتا. او ممكن احدد حاجة معينة. مسلا زي جهات الاتصال. زي الصور. زي الفيديو. زي الصوت بالشكل ده. او ممكن تحدد بيانات معينة. وبعد كده من هنا بتختار مكان الحفظ المكان اللي هتحط فيه النسخة الاحتياطية. ممكن تحطيه على ديسك توب. بتقول له اوكي بالشكل ده. وبعد كده هتضغط على كلمة النسخ الاحتياطي. هيبدأ دلوقتي برنامج بعمل نسخة احتياطية من كل الداتا الموجودة على الايفون الاديم ونسخها على جهاز الكمبيوتر. وبعد ما تكتمل عملية النسخ الاحتياطي بابدأ افصل الايفون الاديم ووصل الايفون الجديد بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل وانا فتح البرنامج. وبعد كده بضعت على كلمة استعادة. لو البرنامج ما راش معي النسخة الاحتياطية هنا بضعت على اختيار المسار وبحدد النسخة الاحتياطية انا حافظها في اي مكان. وابدأ اختارها وبضعت على كلمة استعادة او رأيه. بيبدأ البرنامج باستعادة النسخة اختياطية من الايفون الاديم للاجديد بكل الدياتا اللي كانت موجودة معي على الايفون الاديم. بننتظر بقى لعملية تكتامل وبعد كده بنفتح الايفون الجديد نلاقي كل الدياتا موجودة تبيكال زي ما كانت موجودة على الايفون الاديم. رابط تحميل البرنامج هتلاقي موجود سندق الوصف موجود في اول تعليق مسبت والبرنامج عليه خصم تلاتين في المية لما تستخدم كومون الخصم اللي ظهر دلوقتي ادامك على الشاشة او موجود في وصف الفيديو والموقع بيدعم خدمة استرداد الاموال بالكامل خلال تلاتين يوم من الشراء في حالة عدم ارضاك عن المنتج متنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا اللايك على الفيديو ولو مش مشترك معنا في القناة تشترك معنا في القناة بتوفير الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته